الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين كتابنا اليوم هو رواية أدبية مشهورة كتب أصلها باللغة الفرنسية الكاتب الفرنسي الفونس كار وعربها الأستاذ الأديب مصطفى لطفي المنفلوطي رحمه الله هذه القصة أصلها بالفرنسية تجري أحداثها في ألمانيا تحكي قصة من قصص الحب العذري ليس الحب الأثيم الذي يعني شاع وانتشر ولا سيما في بلاد أوروبا والحقيقة يعني لا تزال أوروبا في تلك المرحلة تحافظ على كثير من القيام ولم يحصل لها ذلك الانهيار الكبير الذي حصل بعد ذلك هذه القصة تمثل قصة الوفاء والغدر خلقان متقابلان بطل القصة ستيفن هو شاب من أسرة غنية يحب فتاة فقيرة هذه الفتاة الفقيرة التي كان اسم القصة باسمها ماجدلين أو القصة اسمها تحت ظلال الزيزفون أحب هذه الفتاة أسرته الغنية الأرستقراطية رفضت ذلك كعادة كثير من الأسر لا تقبل إلا من أسر الأغنياء وقد رشحوا له واحدة غنية جميلة ليتزوجها فرفضوا أبا إلا التي أحبها واقترب منها وسكن قريبا منهم وعلى شاءت علاقة الحب وتعمقت وزادت تقدم للزواج منها ولكنه ليس عنده مال أهله قطعوه من أموالهم لأنه خرج عن إرادتهم في حب هذه الفتاة بحث ذهب يرتزق وذهب إلى العاصمة ثم بدأ يتعلم الموسيقى أو يدخل الموسيقى ثم صار موسيقيا كبيرا حصل ثروة هائلة عاد بعد ذلك ليتزوج حبيبته الساوقة وجدها قد تزوجت من شخص من أصدقائه كان من الأغنياء حينما جاءها العرض المالي رفضت ذلك الفقير الذي آثر الفقر من أجل حبها وتزوجت ذلك الغني من أجل المال حزن كثيرا مرض كثيرا تألم كثيرا القصة عنيفة جدا بعد ذلك مرض زوجها التي تزوجت منه فمات فأرادت أن تعود إلى حبيبها الأول فوجدته يعني لا يزال متعلقا بها لكنه تذكر ما فعلته والخيانة التي حصلت فتركها فذهبت فانتحرت قتلت نفسها بعد أن خلفت بنتا صغيرة أسماها أيضا أو سموها أيضا ماجلين أو هو سماها ماجدولين بقي متألما على تلك الفتاة الصغيرة وعلى أنه لم يسامح من أحبها حيث انتحرت ألقت نفسها في الماء فماتت وهو بعد ذلك أوصى بثروته كاملة إلى صديقه الذي سيقوم بتربية تلك الفتاة الصغيرة وإلى تلك الفتاة الصغيرة بكل ثروته من أجل أن تعيش بها طبعا هناك لنا أعداء وخصوم يقتنصون مثل هذا الآن ويبحثون انظر هذا يتكلم في الحب والرومانسية وكذا طبعا أنا لا يعنيني هذا الشيء أنا الآن أريد للباحث للمثقف لطالب العلم أن يطلع على الدنيا ويطلع على الأداب العالمية ننتقل من مكان إلى مكان مرة في التاريخ مرة في الرحلات مرة في الأدب الأمريكي مرة في الأدب الفرنسي ومرات كثيرة في الأدب العربي لنأخذ تصورا عاما وشاملا بالنسبة للأستاذ المنفلوطي مصطفى لطفي المنفلوطي الحقيقة هو من الأدباء الذين أعجبت بهم كثيرا مذ كنت صغيرة وهذه قصة قرأتها وأنا صغير جدا وربما كان والدي يطفئ الأنوار من أجل أن ننام حتى نستيقظ مبكرين المدرسة فكنت أقرأها على ضوء النواسة هذه الضعيفة وحتى أن تهي منها وبعد أن ينام الجميع قرأتها وأنا في سن مبكر جدا وتأثرت بها خاصة أن الأستاذ المنفلوطي له مزايا من مزاياه أنه يدافع عن القيم وعن الفضائل ودائما يرتقي بالإنسان يرتقي بمن يقرأ له يعني ليس من نوع الأدب الهابط فيركز الأمر على القيم النبيلة على الفضيلة وعلى ما يقابل الفضيلة الرذيلة وأن الفضيلة هي التي يجب أن تنتصر إلى آخره فهنا أعجمته هذه القصة لأنها تركز على قيم مثل قيمة الوفاء هذا الرجل ترك المال وترك الدنيا وترك يعني حضوظ النفس من أجل الحب ثم قيمة مقابلة لها قيمة سلبية الغدر يعني هذا ترك المال والدنيا من أجلها هي عند أول عرض آثرت الدنيا والمال لترتفع من فقرها إلى الغنى صورة معاكسة كذلك طريقة المنفلوط رحمه الله هو طبعا ينتمي لمدرسة الرومانسية مدرسة الرومانسية هذه تبرز الطبيعة بشكل جميل تصوير دقيق فني كذلك تمجد الألم الألم عندهم يعني عاطفة نبيلة وكذلك اللذة وربما يلتذ الواحد منهم بالألم كما قال بعض الصوفية من قبل يقول عذاب الحب للعشاق عذب وأعذب لذة فيه البكاء وهذا كثير جدا في أشعار الصوفية فإن عذبوني فالعذاب بهم عذب فإن عذبوني فالعذاب بهم عذب فهو من أسرة محترمة أبن فلوطي وأظنهم من الساد الأشراف على ما أذكر نعم ومن أدباء من أدباء الكبار الرجل مزية المنفلوطي لمن أراد أن يتعلم العربية بيسر ويعرف ساليبها من العربي ومن غير العرب مزية المنفلوطي رحمه الله أنه سهل العبارة لا يتكلف وليس سهولة هابطة يعني هناك بعض الأدباء المشهورين الذين لهم انتشار كبير جدا سهل جدا في عبارته ويركز الأنظار على أشياء يعني لافتة الانتباه ويجذب السامع ولكن الأساليب ليست قوية أما أساليب المنفلوطي جذابة واستخدامه للاستعارات والمجاز والكناية ووصف الطبيعة بشكل جميل لا أزال منذ أكثر من أربعين سنة أتذكر روائح البنفسج وإن كنت لم أشم هذه الروايح التصوير الدقيق حينما يتكلم عن أزهار البنفسج في هذه القصة لا تزال راسخة في ذهني منذ سن مبكرة فإذن القرارة للمنفلوطي نافعة وهذه القصة تعطينا تصورا عن الأدب الأوروبي آنذاك قبل أن يهبط لا يزال هناك قيم يتمسكون بها قيمة الوفاء تعاكسها الخيانة والغدر كذلك التضحية من أجل القيم نعم قبل أن تشيع العلمانية والعندية واللا أدرية وهذه الفوضى في الأدب الأوروبي الحقيقة الكتاب جيد وهناك أشياء تقرأ لذاتها هناك أشياء تقرأ للمصالح التي تنبني عليها طالب العلم لابد له من الأدب وإذا لم يكن له نصيب من الأدب فعبارته لا تكون ندية لا تكون لطيفة يكون فيها جفاف وقد جربت هذا في شيوخنا من كان يقرأ الأدب ويهتم بالأدب فإن أسلوبه عذب سهل جذاب شرحه مفيد فهذه أشياء قد تقصد للشكل ليس للمضمون أما الأشياء التي تقصد للمضمون فهي علومنا الحمد لله رب العالمين غنية ونحن نتكلم فيها صباحا مساء ما بين متون وحواشي وأشياء أخرى في جميع علوم الدين أما الجانب الأدبي فهذا يعطي الإنسان طراوة كما يقول المصريون كلامه كلامه يكون لطيفا يكون نديا العبارة تكون مزوقة تكون منمقة نعم وأيضا يريح الإنسان من عناء التفكير العلمي الجاد التفكير العلمي الجاد يتعب الإنسان وأنا حقيقة جربت هذا تقرأ في أصول الفقه رغم المتعة الشديدة في تلك العقليات لكن الإنسان يتعب لأنه يحتاج يفكر باستمرار ويفكر تفكيرا جادا في أوقات الفراغ نصيحتي للإخوة جميعا أن يقرؤوا هذه الأشياء كتب الأدب بأنواعه بعقلية هادفة يستطيع أن يستنبض أشياء نافعة ويستطيع أيضا أن ينمي مداركه ويكون لديه أفق واسع لا يكون أفقه ضيقا فهذه تحت ظلال الزيزفون قصة جميلة يعني ترجمتها للمنفلوط ربما يكون قصة أخرى مختلفة تماما إلا بأفكار الرئيسية رحم الله للمنفلوط وأخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم